السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالتوفيق للجميع ان شاء الله يبدأ بعد لحظات قليلة نهائي سباك اربع في ميت متر تتابع دورة الالعاب العربية بالجزائر وهران الفين تلاتة وعشرين سباك الميت متر تتابع سباك يشارك في فريق يتعلق من كل اربع عداءات او اربع عدائين يحمل العداء الاول العصى طولها تلاتين سنتي وبعد ذلك يجرف مسافة ميت متر كل لاعب اللاعب لازم يكون بيجرف الحارة بتاعته ما ينفعش يخرج منها منطقة التسليم والتسلم هي منطقة طولها عشرين متر واذا لم يتم التبادل العداء العصايا في هذا الممر العشرين متر يتم طرده وطرد الفريق بالكامل طبعا زي ما احنا عارفين سلاسة منتخبات امامنا منتخب عمان المنتخب البحرين المنتخب الجزائر بالتوفيق لجميع الابطال الذي شاركوا في هذا الحدث بالتوفيق لجميع المنتخبات العربية دورة الالعاب العربية بالجزائر وهران الفين ثلاثة وعشرين سوف نشاهد بعد قليل نهاية سباك اربعة في ميت متر تتابع رجال من سيفوز بالذهب من سيفوز بالذهب الزهب هو الدهب من سيتوج بالذهب امامنا اربع منتخبات وهم اقوى سلاسة منتخبات في السرعات منتخب امان ومنتخب البحرين ومنتخب الجزائر زي ما احنا شايفين المنتخب الجزائري امامنا يلا يا ابطال عايزين نشاهد رقم طبعا زي ما احنا عارفين سباك اربعة في ميت متر تتابع الرقم الكياس العالمي تسعة وثلاثين تمانية وثلاثين سانية وبحوزة جامايقة اسيم بولت بطل العالم وبطل العالم في الارقام الكياسية هنشاهد بعد قليل سباك اربعة في ميت متر تتابع من سيفوز من سيتوق بالزهب هنشوف بعد قليل زي ما احنا شايفين الرقم الكياس العالمي تمانية وتلاتين سانية تسعة وتلاتين اجزاء من المية تصحيح للمعلومة الرقم الكياس العالمي تمانية وتلاتين سانية تسعة وتلاتين في المية بحوزة المنتخب جامايقة يبدأ السباك بعد لحظات قليلة استعداد من سلاسة منتخبات مشاركين في الحدث سباك اربعة في ميت متر تتابع دورة الالعاب العربية بالجزائر وهران الفين تلاتة وعشرين من سيتوج باللقب طبعا تركب من هذا العدئين وتركيز الحكام مستعدة وهنشوف من سيفوز بالزهب تركيز 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 من سيشيل المسئولية من سيفنش ويكسب ويتتوج بالزهب يبدأ السباك بعد لحظات قليلة ثلاثة منتخبات في نهاية سباك اربعة في ميت متر تتابع رجال نهاية من سيفوز بالزهب تركيز وتركب منفسة قوية بين سلاسة لعيبة انطلاق قوية انطلاق السباك اربعة في ميت متر تتابع دورة الالعاب العربية بالجزائر الفين تلاتة وعشرين وزي ما احنا شايفين في المقدمة عمان قطر عمان البحرين الجزائر عمان البحرين الجزائر في المقدمة المقدمة قوية جدا للمنتخب عمان اللاعب اللاعب منفسة قوية جدا من سيفوز هنشوف الجزائر وهنشوف البحرين منفسة قوية اخر ميت متر من سيفوز على المركز الثاني والمركز الثالث المركز الاول عمان تسعة وتلاتين سبعين المركز الثاني البحرين 419 المركز الثالث الجزائر 4035 زي ما احنا شفنا منفسة قوية جداً من ثلاثة منتخبات الف مباروك للمنتخب عمان والمنتخب البحرين والمنتخب الجزائر منفسة قوية جداً جداً بين العدائين شفنا الانطلاق شفنا القوة والاسرار فرحة 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 للمنتخب عمان بالمركز الاول 39 وثلاثين سبعين والمركز الثاني البحرين اربعين تسعة وتعشر زي ما احنا شايفين بالتصوير البطيء القوة والسرعة القوة والسرعة والتحدي من سيتتوق بالذهب الزهب للذهب الف مبروك لأومان والف مبروك للبحرين والف مبروك للجزائر بالتوفيق للجميع ان شاء الله ورجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد مع تحية كابتن وليد عبدالغاني برجاء اضغط لايك النتيجة النهائية برجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد